ودي واحدة من الحسابات اللي هنركز عليها وانا بستعرض مع نادر ومع حضراتكم طريقة البطولة لانه هي مش قصة التأهل التأهل في النظام الجديد في منتهى السهولة على المنتخبات الكبيرة فما فيش منتخب كبير هيواجه الصعوبة في التأهل لكن الصراع على ايه او الحسابات والقصة مرسومة على ايه على الصدارة ليه انه الصدارة تساعدك بشكل كبير جدا على تفادي القوى العظمى في مراحل الادوار الاقصائي وده مش هيتحدد الا مع نهاية دور المجموعات ومعرفة رصيد اصحاب الصدارة في كل مجموعة اللي على اساسه هيتحدد مين منهم هيواجه الاربع توالد اللي هيتأهلوا او هيتم اختيارهم ومين هيواجه تواني في ما بعد بقى من الادوار الاقصائي حزبة الصدارة في مجموعة مصر حزبة سهلة حزبة متوسطة ولا يعني حزبة الرهان عليها ممكن يبقى صعب شواء منتخب مصر هيواجه صعوبة شوية في انه يحقق صدارة المجموعة اكيد لان المنافس بتاعك غانا فدائما ابد ان هو يعني غانا المنتخب الاكثر تتويجا وبطولد كاس اوم افريقيا بعد مصر ايه منتخب التاني الاكثر تتويجا بالبطولة منتخب مصر بعده منتخب الكاميرون بعدهم غانا اه الكاميرون حققت 17 صح لك 17 خلت الكاميرون بيتساو مع غانا اعتقد خطة غانا بالتولة لا الكاميرون بقت 5 وغانا عندها 4 بالضبط ها هي كده وقفة عند الكاميرون وغانا يعني هي فضل لها علاقة بتخش جنب الكاميرون احنا طبعا فرق معنا 3 بطولات اللي كانوا على التوالي قدرنا نتخطى المنتخبات اللي كانت متصدرة ولكن منتخب غانا بيمتلك حاليا عدد كبير من اللعيبة يعني انا كنت شوفت ميم كده او كوميك كان مكتوب كان كوميك بريطاني يعني مش مصري بيتكلموا ان كل ما نيجي نفتح بطولة اوم افريقيا نلاقي اندريا ايو مه فا او اندريا واحد من اكتر اللعيبة حاليا في البطولة دي يعادل رقم أحمد حسن لو سجل هو كده كده هيشارك في البطولة فهيعادل رقم أحمد حسن من حيث المشاركة لو سجل هدف أنا مش فاكر كان هيعادل لعب أليكساندر سونج أليكساندر سونج لعب ريجوبير سونج اللي هو مدارب منتخب الكاميرا الحالية رغم أن ريجوبير سونج لعب مدافع وهو لعب مهاجم بس لكنه قائد من قدر هو ريجوبير سونج فاكر قبيل وزيدان وصونج زيدان وصونج هيلعب بكرة مع جمجة يوم الظبط فواحد من اللعيبة المؤثرة مع المنتخب جوردان آيو كمان عدد من اللعيبة محمد قدوس هيكون إضافة قوية جدا لمنتخب غانا اللي بيمتلك عدد من اللعيبة الشباب والخبرة برضو في نفس الوقت هتفرق معاهم كتير في الفترة اللي جاية بس في حاجة مهمة وهي كريس هوتون كريس هوتون المدير الفني للمنتخب الغاني مدرب عارف من أين تؤكل الكتف مدرب بيعرف يكسب المباراة بأقل عدد من الفرص معظم المهاجمين اللي بيلعبوا معاه دايما بيكون هم أبرز اللعيبة اللي في الفرقة بحدش بيعيب على ضيع الفرص أو على إهضار الفرص مع كريس هوتون طبعا المشاركة الأخيرة لمنتخب غانا في بطولة أمم أفريقيا كانت كارثية بعد الخروج من المجموعة كانت بتضم جزر القمر ومنتخب المغرب وخرج فيها منتخب غانا وتأهل جزر القمر والمغرب وطبعا فاكرين اللي حصل في مباراة جزر القمر والكاميرون لكن التأهل لكاس العالم السنة اللي فاتت يعني خلى شوية الناس تاخد نفسها في غانا وطبعا مشاركة أمم أفريقيا المشاركة مع غانا في بطولة في المجموعات ما حصلتش من 2017 ووقتها احنا تأهلنا أول بسبع نقاط على المنتخب الغاني ولكن البطولة دي هي حسبة بسيطة جدا إن لو كسبت غانا خلاص أنت بيت أولا ده يصدر يعني أنا عارف طبعا أنه في المطشات أو في البطولات المجمعة دي ما فيش جهاز فني هيفكر في المباراة احنا عندنا الخميس غانا خميس اللي جاي غانا يوم 18 للساعة 10 والاثنين اللي بعده الكاب فردي ساعة 10 برضه فما فيش مدرب هيبقى أو يعني لو أنا وما كاري ويهي فيتوريا أو أي مدرب ما فيش حد بيفكر في مطش الخميس ولا مطش الاثنين تفكيروا كله النهاردة لكن ده ما يمنعش أنه الجهاز الفني قبل البطولة نادر بيقعد يعمل المعادلة أنه يقول لك أنا يعني لما أجي أشوف مجموعتي كده أو من اللحظة اللي تمت فيها أعلان أنا بالنسبة لي مهم جدا أكسب مطش موزنبيق وحط التلاتة بونت التعكاف فردي معايا في الحصالة وتبقى قصة بيني وبين غانا في المباراة اللي هتواجهنا فيها هل ده يصعب شوية من حسابات رغم أنه موزنبيق على الورق منافس إلى حد ما أسهل وفيه ناس بتشوف أنه أسهل مطشاط المنتخب المصري في المجموعة فيه ناس بتشوف أنه كاب فردي وغانا أصعب من موزنبيق ده يصدر شوية ضغط على منتخب مصري النهاردة الضغط اللي يخليك أنك يعني في مباراة موزنبيق هي أن الفرقات كبيرة جدا ما بيننا وموزنبيق ممكن متكونش كبيرة طبعا ما بيننا وما بين غانا الأمور متشابهة نوعا ما كاب فردي من المنتخبات اللي مؤخرا بتبدأ تطلع على الساحة ومنتخبات اللي عاملين ثورة فيه أو 14 لعب أعتقد موليد أوروبا ومستنفين بلعبه في أوروبا منتخب شوية مش أفريقي منتخب شوية القانوم الأساسي أنا شايف أنه فعلا أصعب موزنبيق بمرحل لكن منتخب موزنبيق يعني لما نيجي نخوض في الحديث عن منتخب موزنبيق فهو منتخب لا يمتلك لعيبة مؤثرين ولا يمتلك لعيبة بتلعب في دوريات كبيرة حتى كان رينان لوندي اللي كان بتاع أوليليندو بتاع أتليتكو مدريد حاليا مش متواجد مع المجموعة الحالية في بطولة أمم أفريقيا موقفه مش واضح من المشاركة بسبب الإصابة معظم اللعيبة اللي موجودين في منتخب موزنبيق حاليا لعيبة بتلعب في دوريات درجة تانية ومدوري الأزربيجاني الدوري البرتغالي الدوري الجنوب الأفريقي معظمهم مش فأندية كبيرة في أوروبا بس عندهم لعب أنا بس يعني بردت بورقي فيما تعلق بماطش وموزنبيق عندهم لعب أعتقد قيمته التسويقية 16 مليون 16 مليون يورو هو أكيد ريناندو اللي هو آه رينالدو رينالدو هو بتاع أتليتكو مدريد بس رينالدو مش متأكد مشاركيت هو في التشكيل حتى قبل ما ندخل هاوها مش موجود في المسكوار الأساسي في التشكيل الأساسي وفيه كان كلام إنهم ما يقدرش يكمل بطولة الأخيرة يعني ما قدرش يلعب أي موضش في بطولة بسبب الإصابة اللي كانت عنده وكمان رينالدو يعني ما بيلعبش مع أتليتكو مدريد اللي بيلعبه في مكانه هم ريكلمي وصامويل اللي اتنين اللي بيلعبه حاليا في رينالدو لأنه هو جناح شمال أو باك شمال فبجانب كده كمان هو كمان منتخب موزنبيق يحن كنا شنعرف عنه حاجة غير عن طريق لو اسم كيسوني وميكيسوني مش في القايمة اي